أقامت منظمة تجديد أمسية رمضانية بعنوان التعايش والتكامل الاجتماعي بحضور القاضي فاهيم الحضرمي رئيس محكمة السناف عدن رئيس منظمة تجديد وعيوب أبو بكر مدير عام أشهر الاجتماعية وفي افتتاح الأمسية أكد القاضي الحضرمي أن المنظمة حاولت من خلال مشاريعها التي نفذتها في محافظة عدن خلال الشهر رمضان حاولت خلق نوع من الاستقرار الاجتماعي لدى الأسر الفقيرة والمتعففة عبر برامجها الدائمة المباشرة لتلبية احتياجات تلك الأسر مشهد أن بالشراكة القائمة بين منظمة تجديد ومؤسسة الهجرة الخيرية التي أثمرت في تنفيذ العديد من المشاريع الخيرية على مستوى محافظات عدن ولحج وأبيان بدوره يشكر مدير عام أشهر الاجتماعية والعمل أيوب أبو بكر كل الجهود التي تبدلها منظمة تجديد وشريكها الهجرة الخيرية في تنفيذ العديد من المشاريع الخيرية التي تسهم في مساعدة المجتمع في ظل الظروف الاقتصادية وكانت الأمسية قد تطرقت إلى العديد من المشاكل الاجتماعية المتعلقة بتعزيز أواصل التعاون الاجتماعي